روسيا تصدم الجزائر وتوقف تسليح جيش الكبرانات وأمريكا تستمر في تزويد الجيش المغربي بأقوى وأحدث الأسلحة في العالم وتقرير لوكالة فيتش يؤكد بأن الجزائر دخلت المنطقة المظلمة مع روسيا بسبب التغييرات الجيسياسية في المنطقة وسوء علاقاتها مع مالي والنيجر والمغرب نجح في تقويد الأوضاع الإقليمية لصالحه وتواجه العلاقات الروسية الجزائرية تحديات ومطبات جديدة تهدد استقرارها ارتباطا بالتغييرات الجيسياسية في المنطقة وفق ما كشفه تقرير حديث لوكالة فيتش سوليشن التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الاعتماني حيث أكد التقرير أن الدعم الروسي للمجلس العسكري في مالي سيؤدي إلى تعقيد العلاقات بين البلدين بسبب الخطر الذي يشكله على أمن الحدود الجزائرية وذلك في وقت تتقدم مبادرة المغرب الرامية لتعزيز تكامل الاقتصادي في منطقة الساحل بشراكة مع الإمارات العربية المتحدة ما سيزيد من تقويد المصالح الجزائرية ونفوذها في القارة الصمراء ومن المتوقع أن يؤدي تراجع نفوذ الجزائر في مالي والنيجر إلى زيادة المخاطر الأمنية على طول حدودها بعدما أعلن في 26 يناير الماضي الحكام العسكري في مالي إلغاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الانفصاليين الطوارق الذي سبق الرعته الجزائر وتمكن المغرب من الحصول على العديد من الأسلحة الأمريكية الجديدة ذات الفاعلية الكبيرة على المستوى الميداني لحسم نزاع الصحراء بعدما وافقت الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن على تمرير تلك الصفقات العسكرية في السنوات الأخيرة وإي في غالبيتها أسلحة برية وجوية متطورة تستخدمها القوات المسلحة المغربية في الرد على المناوشات العسكرية لجبة البوليساريو في الصحراء وفي هذا السياق قالت صحيفة لابروفينسيا الإسبانيا أن صفقة التسليحة التي صادقت عليها إدارة بايدن لصالح المغرب في السنوات الأخيرة كانت مواجهة لتدعم الترسال العسكري المغربية لمواجهة التعديدات التي تخلقها جبة البوليساريو مما يشير إلى وجود دعم عسكري أمريكي كبير للمغرب في قضية الصحراء وأضاف المصدر الذاته أن الصفقة العسكرية الأخيرة التي وافقت عليها واشنطن لصالح المغرب تتعلق بمنظومة صواريخ جافلين وتتضمن 612 قذيفة من نوع FGM-148F من طراز جافلين و200 وحدة إطلاق إضافة إلى العديد من المعدات العسكرية الأخرى المرتبطة بهذا النظام الصاروخي وهي موجهة للاستخدام ضد جبة البوليساريو بالصحراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر